مسارات عديدة لإحياء الجمود في سلام اليمن إحدى هذه المسارات شقها الاتحاد الأوروبي الذي أوفد سفيرته ماريا أنتونيا كالفو إلى صنعاء في زيارة هي الأولى لمسؤول أوروبي رفيع منذ الانقلاب على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 المعلومات التي رشحت من أوساط السفيرة كالفو تشير إلى أن سقف تحركاتها في صنعاء لن يتعد مهمة إقناع الانقلابين بالآلية الأممية لإدارة مدينة ميناء الحديدة مهمة تحشر الانقلابين في زاوية المقترح الأممي الذي يعتقد المراقبون أنه يختبر جدية هؤلاء الانقلابيين في إنهاء التداعية السيئة للحرب المبعوث الأممي من جهته يمضي في حجد التأييد الإقليمي والدولي لمقترحه بشأن ميناء الحديدة والذي يسعى التحالف إلى أن يبني عليه حلا سياسيا شاملا يمثل مجلس النواب أحد أدواته المهمة حط المبعوث الدولي في العاصمة الأردنية عمان حيث من المقرر أن يجري لقاءة عالية المستوى مع القيادة الأردنية وهناك التقى أيضا نائب رئيس الوزراء وزير الخالجي عبد الملك المخلافي الذي أكد بدوره دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي لكنه شدد في المقابل على ضرورة إلزام مسلحي الحوثي وقوات المخلوع صالح بمتطلبات السلام المحطة التالية للمبعوث الأممي هي الرياض التي سيلتقي فيها الرئيس هادي على الأرجح في وقت تتواصل فيه الجهود على المسار التشريعي وسط استمرار تحدي النصاب القانوني الذي حال حتى هذه اللحظة دون انعقاد مجلس النواب الشرعي السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أفصح على نحو غير مسبوق عن أن بلاده لا تمتلك نفوذا على الأطراف اليمنية لفرض وقف إطلاق النار لكن السفير تولر الذي كان يتحدث لإذاعة أمريكية أعتبر أن ما تقوم به بلاده في اليمن هو البحث مع الأطراف اليمنية في المنفى ووضع وسائل فريدة ومبتكرة من أجل البقاء على اتصال مع الحلفاء في داخل البلاد مسارات التحرك عديدة لكن زاوية النظرة تستاد حدة في نظر المراقبين بتركيزها على جزئية واحدة من حل ينبغي أن يكون شاملا ونهائيا موسيقى